جماهير الكرة المصرية بتنتظر النهاردة بداية كاس السوبر المصري بالإمارات ومواجهات نصف النهائي الكاس اللي حتبتدي النهاردة بمباراة الزمالك وبيراميدز الساعة 4 وخمس حيلعب أيضاً الأهلي وسراميكا الساعة 8 مساء نعتقد أن الكل النهاردة قدام التلفزيونات وعلى الأهاوي في انتظار تفاصيل المطشرة مباراة مهمين جداً طبعاً وهيكلمنا عنهم أكثر عبد الرحمن بدر اللي منوارنا في الستوديو النقد الرياضي زيكي عبد الرحمن زيكي عملي متحمسين قوي النهاردة للمبارايتين يعني أكيد طبعاً مبارايتين قويتين والبطولة إن شاء الله تكون على المستوى المنتظر منه شايف إزاي كولر ممكن يتعامل النهاردة مع المباراة وفوجة نظرك إيه التكيك اللي ممكن يلعب به إيه المختلف اللي ممكن نلقيه النهاردة هو منواق المراني الأهمية الفاتت والفترة الفاتت بعد مباراة السوبر الأفريقي اتضح إن كولر ابتدى يشتغل على طرق مختلفة إن هو بيحاول يغير طريقته لإن بدأ يحس إن الطريقة بقى سهل إن هي تتأري جومز في المباراة السوبر الأفريقي كان آري جداً للطريقة اللي كولر بيعتمد عليها وقدر إن هو يكون سابقه بخطوة في التفكير ويقدر إن هو يتغلب عليه فكولر بدأ يبغير في الطريقة بتاعته حس شوية إن الفرقة مخترقة دفاعياً فبيفكر إن هو في المباراة الكبيرة من اعتماده أو الطرق اللعبة في المران إن هو يعتمد على ثلاث مدافعين بيلعب بطريقة ثلاثة خمسة اثنين أو ثلاثة أربعة ثلاثة بحسب شكل المباراة طريقة دي تبقى مفيدة بالنسبة له إن هو يقفل عمق الملعب شوية ما يحسش إن الفريق مخترق كمان في المباراة الصبر الأفريقي ما كانش النادي الأهلي قادر يفرض الرتم بتاعه وقادر يفرض سيطرته على نص الملعب اللي كان واحد من أهم المميزات الأهلي مع كولر في الطريقة دي هيبقى الموضوع أسهل شوية في عملية فرض السيطرة على الكرة فكولر واضح إن هو بيغير حاجات كتير في طريقة لعبه علشان تكون مناسبة للفترة الجاية وما تكونش سهلة القرية بالنسبة للخصوم شايف إن فيه فرق بالخدرات النادي الأهلي وسيراميكا يعني ولا بتشوف إن المواضيع متساوي لا طبعا فيه فرق الصالح النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا عنده لعبة من أفضل لعبة على مستوى أفريقيا النادي سيراميكا كيلوباترا بيقدم أداء كويس في السنين الفاتت من فترة صعوده للدوري الممتاز وبيحاول ينافس وبيحاول يكون طرف مهم في معادلة المنافسة سواء في مباراة سيراميكا والأهلي عموما في بطولة الدوري دايما بتبقى صعبة فريقيا سيراميكا مش من الخصوم السهل الفوز عليها ودائما مع النادي الأهلي بالذات كانوا تبقى مباراة صعبة لكن هم بيحاولوا يقربوا المسافات مؤخرا في الانتقالات الصيفية أنه جابوا عندهم فخر لقاي لعيب جاي من بيرامدز عندهم أكتر من لعيب مميز عندهم أحمد قندوسي لعب الأهلي المعار لعيبة كتير موجودة في فريقيا سيراميكا كيلوباترا ممكن تقلل الفارق شوية ولكن يظل برضو النادي الأهلي أفضل على مستوى الأسماء والعناصر طيب مين يبقى في حراسة المرمى شبير ولا شبير هو حتى الآن مصطفى شبير ولا يحرص مرمى نادي الأهلي أنه مستوى محمد الشناوي في الفترة الأخيرة مهتز وإن كان كان فيه بعض الشكوك حول أنه يعتمد على شبير أو الشناوي لكن تصرحات محمد الشناوي وكلامه مبارح في المؤتمر الصحفي ومحاولة أنه يداري الانفعالي الذي ظهر منه بجزء بسيط بتقول أن مصطفى شبير هو اللي هيبدأ لما الشناوي تسأل مبارح أنا عملية المدورة في حراسة المرمى قال أنا مش عايز أسمع كلام في الموضوع ده إحنا كلنا فريق واحد وكلنا بنقف وراء بعض اللي بيلعبوا كلنا وراه سواء مصطفى سواء حمز علاء سواء أنا ومش عايز حد يتكلم في الموضوع ده تاني فكان واضح أنه فيه بعض الانفعال وبعض الغضب من أنه هيقض بديل فأنا أعتقد أن النهار ده مصطفى شبير واحرس النهاز الأهلي الناس بتقول أن بعد هزيمة الأهلي أمام الزبالك في المباراة الأخيرة الناس كانت بمعتقد أن أهلي دايما هو كان حامل اللقب ثلاث مواسم متتالية ما حد يقدر يقول غير من الأهلي ولا حيقب بطولات السوبر الكلام ده يعني اللي احتمالات النهار ده مفتوحة أكيد طبعا ليه مفتوحة؟ ليه مفتوحة لأنها تسعين ديها بتحتمل كل شيء خلينا نرجع شوية لمباراة السوبر الأفريقي قبل السوبر الأفريقي أكتر المتفقلين من جمهور نادي الزمالك كان بيتمنى أن فريقه يخسر خسارة بسيطة ما تحصلش نتيجة كبيرة ما تحصلش بلغة الكرة حفلة على الفرقة ولكن في التسعين ديها فرقة الزمالك قدرت أن هي تكسب وتفرض سيطرتها وتمشي النادي الأهلي على الإقاء اللي هم عايزين ويمشي عليه مش العكس فعلشان كده أنت ممكن تتوقع أي شيء يحصل النهار ده حاجة الحاجة الثانية فريق نادي الأهلي النهار ده هو مطالب أن يكسب وإلا كده بزر ويعني كده يبقى وحش وإلا كده يبقى فيه أزمة في بداية الموسي إن أنا خسرت سوبر أفريقي بخسر سوبر مصري إذن الأمور بتتأذن بدري بدري بزر سيراميكا داخل المبراء هو المبدئي أو المنطقي بلغة الورق على الورق إن سيراميكا يخسر المبراء لأنه هو الفريق الأضعف تمام ولكن ده بيشيل عنهم الضغط بيخلي إن فريق سيراميكا داخل النهار ده محرر من كل الضغوط عنده الدافع إن هو يكسب الأهلي عنده الدافع إن هو يستغل لندفاع لعيبة الأهلي اللي هما هيحاولوا يفروض سيطارتهم بدري يحسموا المباراة بدري علشان ما يبقاش فيه أزمات مع مرور الوقت في المرش أو فوز الزمالك ممكن يكون محمسهم يحمس فوز الزمالك يحمس لعيبة الأهلي يحمس سيراميكا إنه إحنا دايما كنا متعودين إنه الأهلي هو البطل الأوحد فوز الزمالك في السوبر الأفريقي لا وفكرة فوز الزمالك في السوبر الأفريقي الأهلي والزمالك دايما المباراة بتاعتهم ببالها طبع خاص ما نقدرش نتوقعها ما نقدرش نتحكم في سيرها حتى المدربين نفسهم مهما كانت القدرة التكتكية أو قدرة التفكير عندهم وزكاهم في التسعين دي اللعبة هي اللي بتحسم المواطنش دايما جهزية اللعبة ففكرة الزمالك وصيراميكا والموضوع مختلف شوية لأن لعبة الزمالك برضو هما فريق تاني أفضل فريق في أفريقيا بعد النادي الأهلي في آخر فترة فريق قادر إنه هو يفرض سيطرته على اللعب فريق سيراميكا كلوباترا مع اللعبة الموجودة عنده والخبرات اللي معاهم خبراتهم مش كبيرة مش منفس قدر خبرات لعبة الزمالك ولكن معهم مدرب محترم كابتن آيمن الرمادي مدرب مذاكر ودارس كويس جدا وقدر إنه هو يتحكم في سير المباراة لكن فكرة إن الزمالك أو فوز الزمالك يحمل سيراميكا كلوباترا هو الوضع مختلف عن الاتنين سيراميكا مختلف عن الزمالك طيب نقاط القوة اللي عند سيراميكا اللي ممكن يراهن عليه هو نقاط القوة عند سيراميكا هيبقى خط الهجوم إنه هو يعتمد على وجود فخر اللقاي إنه هو يستغل الأخطاء لدفاع النادي الأهلي سواء رامي ربيع عفوا نياسر إبراهيم أو أشرف داري لو شارك النهاردة لإن رامي ربيع مصاب هيبقى عنده فخر اللقاي إنه هو بيستغل التحركات دجوا منطقة الجزاء عنده كمان أحمد خندوسي عنده لعيب قادر إنه هو يستغل المسحات بين الخطوط وبيتحرك بين خطوط الخصم بشكل كويس جدا وبيقدر يوزع اللعب وهيبقى فيه عامل كمان عند أحمد خندوسي إنه هو عايز يزبط نفسه قدام النادي الأهلي بعد الأزمة الأخيرة صحيح وعرضه للبيع صحيح ففكرة إنه هو وجود اللعيبة دي معاه وجود ضغط على النادي الأهلي هتزود أكتر من عامل القوة لفريق سراميكروباتر علشي أنا قلت أن رامي ربيع مصاب رامي ربيع كان في التواقف الدولي مع منتخب مصر فوجود رامي ربيع وياسر إبراهيم في دفاع النادي الأهلي هم الاتنين اتنين مدفعين شبه بعض جدا الاتنين مدفعين أقوية في الاتحامات الصينيائية ولكن عندهم مشكلة في السرعة عندهم مشكلة في مواجهة الواحد لواحد خصوصا مع اللعيبة المهارية أو اللعيبة السريعة كمان في ماتش الزمالك لو قسنا على ماتش الزمالك والأخطاء اللي حصلت في ماتش الزمالك إن اتكررت النهاردة هيكون النادي الأهلي عنده أزمة لأن في ماتش الزمالك كان فيه مساحات واضحة جدا بين وسط ملعب الأهلي وبين الدفاع وهتبقى هي دي المساحة اللي بيحبها جدا أحمد قندوسي أخطاء دفاع الاتنين المدفعين دي برضو هتبقى مفيدة جدا اللي هو اللعيب زي فخر اللقوي طيب تاريخ المواجهات بين الفرقتين عاملة إزاي يعني أولا تاريخ المواجهات في صالح النادي الأهلي ولكن سيراميكا فيه أكتر مباراة أعتقد مباراتين أو ثلاث مبارات انتهوا بالتعدل وكان سيراميكا أقرب أنه يكسب فيهم فيه مباراة خلصة أربعة تلاتة لنادي سيراميكا كانت مباراة قوية جدا كولر قال عنها دي أسوأ مباراة ليا مع النادي الأهلي في الموسم اللي فات الأهلي خسر من سراميكا 4-3 بعد المباراة كلها رطلع قال أن دي أسوأ مباراة دفاعية لها مع النادي الأهلي لأن المباراة دي تقريبا عرضت كل الأخطاء الدفاعية للنادي الأهلي على مدار الموسم كل الأخطاء حصلت في مباراة واحدة ففريق سراميكا نتائجه مع النادي الأهلي نتائج فريق قوي فريق بيحاول يثبت نفسه بالنسبة للأهلي مش تبقى مباراة سهلة جدا يعني تبقى مباراة لها ثقلها زي ما بنقول مش سهلة بالضبط مباراة سراميكا مش تكون سهلة يعني عمرها ما كانت سهلة للنادي الأهلي سراميكا دايما بيدخل مباراة النادي الأهلي بنشوف كان دايما فيه فرق معينة بتبقى زي عقدة أو زي بتتألق في مباراة معينة زي في وقت ملاوات كان النادي الأهلي متألق في أفريقيا متألق في كل مباراة الدوري المصري مع عدم مباراة أمبي كان دايما أمبي هو المعادلة الصعبة في الموضوع فالسيراميكا بدأ يخش في الحتة دي انه انا فريق بنافس النادي الاهلي بضغط على الاهلي وبحاول ان انا اعمل نتائج كويسة قدام الفريق طيب ايه التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي وسيراميكا نهارا والله النادي الاهلي التشكيله متوقع زي ما هو انه يبتدي بمصطفى شبير عمر كمال عبدالواحد ياسر ابراهيم رامي ربيع يحيي عطيه طلوضة خط الدفاع في وسط الملعبا فيه مران عطيه واكرم توفيق وامام عشور والخط اللجومي وسام أبو علي وبرسي تاوي حسين الشحيد طيب نروح بقى المباراة زمانك وبرامدز الدول بقى فرقتين بجد المباراة دي تبقى صعبة جدا مين المرشح الاقوى فيهم للفوز مع اني انا عارفة السؤال ده بالنسبة لك هيبقى صعبة شوية لان الاتنين بجد فرق كويسة وفرق قوي هما الفرقتين داخلين المباراة النهاردة هو كل واحد فيهم حافظ الثاني كويس جدا مختلفة في بيرامدز شوية انه هو بيرامدز بيحاول يشتغل يوريشيتش بيغير الطريقة ببتدل بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بيغير مراكز بيغير رمضان صبحي بعد مكان بيلعب جناح شمال شفنا رمضان في مطشين الجيش الرواندي بيلعب صانع لعبة بيغير رمضان صبحي ازاي بيغيره بيغير مكانه في المراكز ورمضان بيلعب على الجنب الشمال ولا عشان هو فيه كلام بيقول رمضان رايح الزمالك لا هو النفوضة دي الكلام ده دايما بيتكرر كل فترة كل فترة التوقف كل فترة الدنيا بتهدى تتكلم تاني عن رمضان ده رمضان رايح الزمالك ده رمضان نكلم قضو مجلس ادارة في الاهلي علشان يرجع فمسألة رمضان دي بتتكرر كتير نعم رمضان حتى الان هو اللاعب مستقير في بيرامدز كمان الراتب اللي بياخده في بيرامدز مش اي نادي هيقدر يدهوله والاهلي والزمالك عندهم سقف معين للرواتب ما قدرواش يعدوه فالعملية بتكون صعبة شوية النما في بالنسبة لتشكيل بيرامدز او للأداء اللي بيلعب به بيرامدز هو بيرامدز وجود رمضان صبحي في عملية صنع اللاعب هي بتفيد الفريق وبتضره بتفيد الفريق في نقطة ان انا عندي مصطفى فتحي في الجناح اليمين وعندي ابراهيم عادل في الجناح الشمال وعندي رمضان صبحي وفيتسون مايلي فيه الهجوم عندي خط هجوم قوي متمنوع اكتر من اللعيب موجود واكتر من بروفايل موجود في الملعب قدر اعتمد عليهم مضرف ايه ان رمضان صبحي لعيب من اللعيبة اللي بتعتمد في طريقة لعبها على المواجهة ان هو مع الكرة ورايح في مواجهة المدافع مش مستني المدافع هو اللي يجيله ورايح وش الوش في المدافع بيحاول ان هو يعدي منه ويلعب كرة عرضية او يسدد على المرمى في حالة صنع اللعب اغلب الوقت اللي رمضان يستلم فيه كرة بيستلم الكرة وضهره للملعب بتاع الخصم فمضطر ان هو يلسه هيلف تبقى الموضوع صعب شوية بالنسبة لرمضان عملية الزمالك وبرامدز دايما برضو مواجهات الزمالك وبرامدز من المباريات اللي صعب التنبؤ بيها لان الفرقتين اه فيه تفوق للزمالك في تاريخ المواجهات ولكن الفرقتين دايما كانوا بيضغطوا على بعض الفرقتين قريبين من بعض في المستوى بيرامدز دايما من اول مظاهر بيحاول ان هو يضغط على الاهل والزمالك بينافس الاهل والزمالك فريق الزمالك داخل المتش ان هو انا بطل الصبر الافريقي عايز ياخد الصبر المحلي يحقق افضل بداية ممكنة ليه للموسم لان لسه الموسم بتاعه عنده طولة الدوري وعنده طولة كاس الكونفيدرالية فان هو يبدأ الموسم بالصبر الافريقي بعدين الصبر المحلي تبقى بداية كوائزة جدا الزمالك مستقر بشكل كبير على التشكيل اللي هيبدأ بيه مستقرة على الطريقة اللي هيلعب بيها طريقة الزمالك أكثر استقرارا من بيرامدز اللي لسه بيجرب طريقة جديدة الراجل في بيرامدز عنده عناصر لسه مدخلتش عنده لعيبة جديدة لسه مدخلتش طيب برأيك أنت أي عناصر القوى عند بيرامدز اللي يقدر يراهن بيها قدام فريق زين هوا بيرامدز عنده عناصر قوة كتير جدا أولهم وأهمهم لو هنبدأ من الخط الخلفي محمد الشيبي الباكرايت لعيب من أحسن لعيبة الدوري الموجودين حاليا أفضل باكرايت في الدوري في وجهة نظري في مسألة إنه هو يرفع أفر أحسن لعيب بيرفع أفر في الدوري وعنده بيفيد أو بيكمل ده فيستوم مايلي المهاجم فانا عندي لعيب بيلعب أفر كويس جدا وعند لعيب بيلعب بدماغه كويس بنيجي لنص الملعب عنده مهند لاشين وسط ملعب دفاعي مش موجود عند الزمالك النهارده دونجا هيأثر كتير على أداء الزمالك جنب مهند لاشين في بيرامدز في بلاتي توري لعيب بيقدر يحرك الكورة بيسدد من بره المنطقة ثلاثة الهجوم اللي قلنا عليهم اللي هما رمضان صبحي وإبراهيم عادل ومصطفى فاتحي المسألة في إبراهيم عادل أو الميزة في إبراهيم عادل ومصطفى فاتحي اللي هما الاتنين لعيب أجنحة بتقدر تخش العمق الملعب ويسدد على الجوب هنا هيبقى الميزة في حاجة أنه هيحصل أزمة في نادي الزمالك أو من المتوقع أن يكون فيه أزمة لأن كل الأخبار اللي طالعة من معسكر الزمالك النزياد كمال هو اللي هيبدأ في وسط الملعب الدفاعي مكان دونجا طيب يعني بالنسبة للمحللين الرياضيين بناء طبعا على المباريات اللي فاتت إيه نقاط الضعف عند كلا الفريقين يعني الزمالك نقاط ضعفه إيه وبيرامدز نقاط ضعفه إيه هو زمالك نقاط ضعف ومازالت زي ما هي واضحة وكانت هي اللي موجودة في موتش السوبر الأفريقي ولكن فريق الأهلي ما درش يستغلها هي عملية قلبين الدفاع حتى في وجود حسام عبد المجيد حتى في وجود حمزة المسلوسي والأداء المميزة اللي بيقدموه ولكن المسافات بينهم أو المساحات ما بين قلبين دفاع الزمالك دايما بيكون فيها مشاكل اللي هتزيد النهاردة اللي كان موجود غياب دونجا هيكون يأثر على ضعف على فريق الزمالك النهاردة وعلى قوته ويخلي فيه مساحات في نص الملعب المساحات خلف ظاهرين الجنب لأن الزمالك هيعتمد على انطلاقات محمود بنتيك ممكن يعتمد على محمد شحاتة النهاردة لأن مبارح في التمرين عمر جابر يتعرض للإصابة وفيه النهاردة هيحصل له كشف تاني وإما هيشارك أو هيقعد على دكة البودرة في حيثة أن لو محمد شحاتة بدأ محمد شحاتة العيب بيهاجم أكتر هيكون فيه مساحات خلف ظاهرين الجنب لنادي الزمالك بالنسبة لبيرامدز هو أكبر نقطة ضعف في بيرامدز هو أحمد الشناوي أحمد الشناوي حرس بيرامدز في المباراة الكبيرة دايما نشوفناها بيهتز أداءه بيهتز أداءه وبيحصل منه أخطاء فردية كمان قلب الدفاع في مركز قلب الدفاع في بيرامدز لسه داخل عليه عنصر جديد محمود مرعي ممكن يكون لسه التفاهم مش أحسن حاجة بيرامدز ملعيبش غير ماتشين لحد دلوقتي من بداية الموسب ماتشين مش أقوية من قدرش نحكم عليهم ففكرة أنه برضو قلوب الدفاع في بيرامدز ممكن يكون فيهم بعض الأزمات لأنه مش هيكون فيه تفاهم كبير بينه وكمان عملية وجود رمضان صبحي في صانع اللعب هي هتشكل يعني هي برمضان زي ما يكون لعيب نقص لأنه مش اللعيب اللي يقدر يستلم الكرة ويلف ويشوف الملعب ويحرك زميله فبالأفضل في المواتش إنه هو يعتمد على يوسف أماما هيكون هو الحل الأم سلو صحيح طب سؤال الأخير تفتكر تجربة الأنديال خاصة قدرت أنها تقتي ثمارها بعد عدد من السنوات بنتكلم على زي دي بيرامدز زي دي جلا كل دول النهاردة بنشوفهم في مواجد أكبر غريمين للكرة المصرية على مدار عقود طويلة جدا لها لغة وزة مالك ووقفين قدامهم راس براس وبنشوفهم بياخدوا بطولات تقييمك لتجربة الأندية الخاصة بعد سنوات من العمل هو عشان نقيم الأندية الخاصة كلها يمكن نخدها أجزاء نخد على أجزاء أو نخد أمثلة منها معنا دقيقة معنا دقيقة هو أنا بالنسبة لي نادي ودي دي جلا هو الأفضل إنه خرج لعيبة كتير قدر إنه هو يكسب مديا ويكسب فنيا من اللعيبة أي بيرامدز المنافسة اللي هو قدر يعملها منافسة مادية على سقف الصفقات على الأهل والزمالك ودخولوا في المنافسة دي كان شيء يحساب له طبعا ونادي سراميكا كليباترا كمان في دخوله ده هو بيأسس إنه هو فيه أندية كتير هتنافس أندية كتير هتتشجع ومستثمرين وده اللي احنا في الآخر عايزين نشوف عايزين نشوف كرة متكملة يعني أكتر من فريق بيلعب وأكتر من فريق بيكسب شكرا لك النقد رياضي عبد الرحمن بدر بنشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا